بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي المستمعين مستمعين قناة الصحة والجمال في مصر والوطن العربي أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين يسعدني أن أنا أكون في صحبة حضراتكم طول فترة البرنامج أن إحنا حنتكلم النهاردة عن موضوع مهم قوي بيشغل بال الكسيرين في مصر والوطن العربي بال العالم كله موضوع فيروس الكورونا اللي هو عامل قلق لكل الناس في كل حتة أولا أنا سعيد بصعبة حضراتكم أنا الدكتور وليد أبو الفتوح استشاري المخ والعصاب والطب النفسي وعلاج الإدمان سعيد أن أنا هبقى مع حضراتكم فترة البرنامج هنتكلم النهاردة عن موضوع الكورونا أنا عارف أن كتير قوي تكلموا عن موضوع الكورونا وأسبابه وانتشاره والنسب اللي موجودة في العالم كله ويتكلموا عن الأعراض بتاعته والناس كلها يعني قتلوها بحثا بس الحقيقة النهاردة أنا اخترت موضوع يكاد يكون يعني مش كتير تكلم فيه لأنه هو موضوع فعلا مهم ويمس تخصصنا على وجه الخصوص ويمس قطاع كبير من الناس وحالات كتير شفناها في الفترة اللي فاتت من هذا الفيروس العين حقيقة الفيروس زي ما كل الناس عارفا أنه بيأثر تأثير مباشر على الجهاز التنفسي وبيضعف التنفس وبيضعف البادي بيلت كله أو يعني الجسم كله حقيقة هو موضوع مهم جدا وخطير جدا بس أنا النهاردة حبيت أتكلم عن تأثير الفيروس على الدماغ أو الجهاز العصب الفيروس زي ما حضراتكم عارفين برضو أحب أقول كده كلمة بس يعني عن الفيروس الفيروس دوت التاريخ بتاعه أو التاريخ المرضي بتاعه أو التاريخ التطور بتاعه هو يرجع لسنة 2002 أو 2003 كان هناك كان عندنا حالة من الوباء منتشرة في العالم اسمها السارس السارس ده هو يعتبر يعني جد أو أب من آباء الكورونا الموجود حاليا هو الكورونا هو تطور للسارس المرض السارس اللي كان منتشر واجتاح العالم كله 2002-2003 بدأ يغير الـ RNA يعني المادة الوراثية بتاعته الفيروس بدأ يغير المادة الوراثية بتاعته علشان يوصل النهاردة لتطور سامناه كوفيد-19 أو اللي هو الكورونا فيروس في 2019 طبعا لما نسمع كلمة السارس السارس ده كان موجود زمان في 2002-2003 ده كان فيروس برضو عامل وباء اكتاح العالم كله في هذه الفترة وعمل رعب وزعر لكل القطاعات في كل البلاد في العالم إلى أن تم السيطرة عليه إلى حد ما في خلال سنتين أو ثلاثة يعني الأمور استقررت الحمد لله وقدرنا نسيطر على الفيروس ولكن حصل بطبيعة الفيروسات أن هي عندها القدرة على التحور المادة الوراثية بتاعتها الـ DNA اللي بيسموها الـ RNA يعني زي عندنا DNA بدأت تتحور كده بشكل يعني غريب شوية وسريع شوية إلى أن وصلت لشكل الفيروس الموجود النهاردة اللي هو فيروس الكورونا اللي بيهدد حياة كل الناس في جميع أنحاء العالم أحب أقول في كلمة كده سوانطوطة عن الفيروس وإصابته لجسم الإنسان أولا كلنا عارفين أن الفيروس لما بيصيب البادي بيعمل ثلاث حاجات يعني مشهورين اللي هو حرقان في الحلق أو في الزور ومشكلة في التنفس وتكسير الجسم وارتفاع درجة الحرارة طبعا دي الحاجات الكومن اللي كل الناس عارفاها وكل الناس شافتها وعيشها في كل حتة دلوقتي الحقيقة الفيروس مشهور عنه قوي أنه هو بيأثر على الجهاز التنفسي هو الحقيقة ده كلام في الأول كنا فاهمينه كده لكن في الحقيقة مع تطور الأعراض ومع انتشار الحالات والموضوع بقى يعني أكتر شوية قدرنا نفهم الإحصائيات اللي اتعملت أن الموضوع مش موضوع جهاز التنفسي بس لا هو الفيروس أحب حركته تعرفه معايا أنه هو بيصيب البلد فيسلز أو الأوعية الدموية اللي موجودة في كل أنحاء الجسم يعني في الرئتين بيصيب الأوعية الدموية في الدماغ بيصيب الأوعية الدموية في القلب بيصيب الأوعية الدموية في الكبد بيصيب الأوعية الدموية في الأمعاء والقولون بيصيب الأوعية الدموية علشان كده لو حضراتكم تاخدوا بالكم لو رجعتكم ده كل الحالات اللي حواليكم اللي انتوا شفتوها هتلاقي اختلاف الاعراض من شخص الى اخر يعني فيه ناس ما تصابش بالحرارة يعني ما يبقاش عنده حرارة عادية ولكن عنده تكسير في الجسم رهيب طبعا ده معناه ان الجهاز العصبي ما تأثرش قوي لان فيه حتة في المخ المسؤولة عن الحرارة ما تأثرتش قوي طيب فيه ناس تانية نلاقي ان التنفس بتاعها هو اللي بقى متأثر ده معناه ان الاعراض الدموية بتاعت الرئة هي اللي تأثرت فيه ناس تانية جالها باعراض اسهال بقى وتعنية وبطنه سايبة وحاجات زي كده فيه ناس تانية شفناها كان الاعراض عبارة عن اصابة في الجهاز البولي خش الحمام كتير جدا يسايب على نفسه بول يسايب على نفسه براز وهكذا اقصد اقول ان الاعراض تباينت في الفترة الاخيرة على جميع اجهزة الجسم حبة كانوا في الرئة حبة كانوا في القولون والامعاء حبة كانوا في الجهاز في الكبد حبة كانوا في الجهاز تنفسي لكن هي الحقيقة الباثولوجي او الباثوجينيسيز او اصل المرض او كيفية حدوث المرض هو اصابة مباشرة للأوعية الدموية طيب دلوقتي احنا عايزين نناقش موضوع مهم جدا طيب هل فيروس الكورونا ده ممكن يعمل اصابة للجهاز العصبي الاجابة بكل اسف اه بيصيب الجهاز العصبي طيب هو الكلام دوت كلام مدروس ولا لا 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 الحقيقة كل حاجة مدروسة يعني ما بنقولش كلام مرسل كله بالدراسات يعني مثلا في صحيفة اسمها صحيفة نيورو ساينس صحيفة نيورو ساينس دي كان كتب عليها مدير برنامج الامراض المعضية العصبية اسمه إليز سينجر إليز سينجر ده ده مدير برنامج الامراض المعضية العصبية يعني الامراض المعضية التي تصيب الجهاز العصبي نتيجة الفيروسات وغيره إليز سينجر ده ده عمل بحث في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ونشروا عن ان الفيروس يمكن ان يصيب يمكن ان يصيب الاوعية الدموية بتاعة الاعصاب سواء الطرفية او الاعصاب اللي في المركز في المخ يعني بالبالة دي كده الفيروس ده ممكن يخش عن طريق التنفس او عن طريق الفم او واتفر لكن هيخش ويمشي في الدم ويروح للاعصاب الطرفية للأوعية الدموية بتاعة الاعصاب سواء اللي في الاطراف الطرفية او الاوعية الدموية اللي موجودة فيهن في الدماغ اذا اليلسينجر دوت عمل دراسة بحسية ومسح العدد كبير من الحالات اكتشف في فترة ان فيه فعلا اصابة للاعصاب والعصاب الطرفية او الاعصاب المركزية ونشرها في صحيفة نيورو ساينز اللي هي تخص جامعة كاليفورنيا في لوس انجلوس دي من احد الحاجات اللي احنا اكتشفناها ولقناها غريبة جدا احنا كنا نتخيل ان الموضوع مش موضوع جهاز عصبي اصل بعيد خالص الجهاز العصبي عن الاصابة الفيروسية يعني الفيروس بيخش من المداخل الطرفية بين الانف من الفم ممكن يخش عن طريق جروح في الجلد ممكن بس اقصد اقول ان الموضوع يعني في مجمله طرفي بعيد خالص عن الجهاز العصبي الا ان احنا لقينا حالات وتسجلت فعلا ان الحالات دي زي ما قلت الحركة في صحيفة نيورو ساينز اللي هي في جامعة كاليفورنيا بدأوا ينشروا فعلا ان في حالات لقوها متأثر فيها الجهاز العصبي ودي حاجة للأسف يعني ما هيش حاجة كويسة يعني ولكن هي حاجة مذكورة للأسف عن الفيروس دو فالأمانة العلمية لازم يعني كنت اتكلم مع حضراتكو علشان خاطر نتوخى الحذر الشديد من انتشار هذا الفيروس ان الموضوع ممكن حقيقة يبقى دور برد عادي جدا وبسيط ويعدي بالأدوية البسيطة بتاعة البرد يعني اما يخش بقى ويتطور على ان هو يوصل للجهاز العصبي ونخش فيه اعراض عصبية شديدة وانتو عارفين حضراتكم ان هذا العصبي ده يعني عزيز شوية الخلاة بتاعته مش سهل انها يعني هي ما بتتجددش يعني مش من نوع اللي بتجدد زي خلاة المعدة مثلا او خلاة الجلد خلاة الجلد بتاعتنا دي بتتجدد على طول ما فيش مشكلة خلاة المعدة اللي حصل فيه اصابة يعني لو واحد جاله قرحة في المعدة بعد الشرع على حضراتكم يعني سهل جدا ان هو يجدد الخلاة بتاعت المعدة تتجدد تاني لكن الاصابة في خلاة المخ لا دي ما فيش زار يعني خلاة المخ من الخلاة العزيزة جدا 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 احنا بنتولد بيها وبنفضل عايشين بيها طول العمر يعني ما فيش احتمال انها تتجدد علشان كده انا خصصت الحلقة دي النهاردة عن اصابة الجهاز العصبي لان دي حاجة مهمة جدا تخلينا نفكر مليون مرة قبل ما نيجي ننزل الشارع من غير الكمامة قبل ما نطهر ايدينا بالكحول واحنا برا استخدام الميا والكلور المطهرات الطبيعية اللي موجودة عندنا في كل البيوت استخدام الميا والصابون في البيت او في العمل او في اي مكان وان احنا ما نعودش نقول يعني انا هخسل ايدي عشرين ثانية ده كتير جدا يا عم احنا نخسل ايدينا وخلاص بالصابون وكده لا ما ينفعش انت حضرك لما بتخسل ايدك بالميا والصابون العادي اللي هو بسرعة طب ما ده عادي ما بيموتش الفيروس لكن لازم تخسل ايدك بالميا والصابون عشرين ثانية على الاقل وتخلي الميا والصابون يخش في كل السنيات بتاعت الصوابع كده وكده وكده ويخش في كل السنيات وكده وكده بحيث انك تقضي على اي حتة سوانطوطة ممكن الفيروس يعيش فيها مشكلة الفيروس ده جماعة انه هو مش فيروس عادي هو مش فيروس كده يعني بيعيش شوية على الاسطح وبيموت لا ده فيه دراسات بتقول ان الفيروس بيقعد يعني هقولكو رقم يخد انا لما قريبت الرقم وانا بقرف الابحاس اتخضيت فيروس يعيش على الاسطح ثمانة ايام هاو كم يعني لو هو على سطح المكتب ده فيه فيروس حد يعني كان عنده الاصابة ويساب الفيروس على المكان يفضل عايش ثمانة ايام ايه الاوة الغريبة دي او علشان كده يا جماعة الاصابة بتاعت فيروس الكورونا اصابة سريعة جدا 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 علشان كده انا بوصي نفسي وبوصي حضراتكو ان الموضوع بيبقاش بسهولة الموضوع مستهل الموضوع محتاج اه زروف ووسائل احترازية قوية جدا عشان خاطر نمنع انتشار الفيروس ده لان هو للأسف سريع الانتشار جدا وزي ما قلت الحراركو ان الاصابة بتاعت الفيروس معانا تليفون اتفضل اوستاذ احمد الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا دكتور اهلا وسهلا يا اوستاذ احمد ازاي حضرتك ننور السياسة والله دكتور انا من متفينك ربنا يكريمك يا سهد احمد ويديك الصحة يا رب حركك منين يا فناشة نعم با ميت كل برامجك وعلى الفيس وفي كل حدة ربنا يكريمك يا سهد احمد ربنا يخليه اتفضل يا سهد احمد القاهرة القاهرة اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا سهد احمد اتفضل يا سهد احمد كنت عاوز انا اسأل على حاجة بس يعنيش يا دكتور هو والدتي ما عنداش حاجة بس طول الوقت عندها ووسوائز قهري اي حاجة بتحصل كورونا شويت برد كورونا تمام أي حاجة بتحصل كورونا فعملنا نزهر في البيت عايزين نعرف إحنا نتعامل معها إزاي طيب هي والدتك الحمد لله بصحة كويسة بل الحمد لله كويسة ما فيش مشاكلين الحمد لله طيب هل موضوع الوسويس ده في موضوع الكورونا بس ولا هي أصلا طبعها كده والله دكتور في حاجات كتير في حاجات كتير يعني آه الوسويس في حاجات كتير بس هو الوباء لما انتشر طبعا عمل لها أزمة جمدة تمام طب طول الوقت بقى أي حد معادي خلي بكورونا لو مثلا كحت مثلا عشان خطر فيه شويت في الفلسود مثلا في الأكل كورونا يعني الموضوع وصل لمرحلة خطرة لا لا ألف بعد الشرع عليك طب هل في حد من أفراد الأسرة بعد الشرع عليكو يعني هل حصلوا إصابة لا لا الحمد لله كويس طيب يعني احنا بنعمل الإجراءات الاحترازية اللي الدولة قيل عليها قدر الإمكان احنا ملتزمين يعني الحمد لله أهم حاجة أستاذ أحمد قبل ما حراج كنت بتتصل من ديئة كده كنت بتكلم عن وسائل الاحترازية اللي احنا دايما لازم بناخدها علشان خاطر التعامل مع الآخرين الحقيقة بالنسبة لأستاذ أحمد والوالدة الموضوع مش قصر على والدة أستاذ أحمد بس هو المشكلة إن النهاردة أي حد عنده دور برد ولو بسيط بيفكر إنه هو كورونا حقيقة دي نقطة مهمة أنا عايز أتكلم فيها أنا بوصي نفسي بوصي حضراتكم إن اللي يجي له دور برد يعتبر نفسه مريض كورونا طب لو واحد سليم في وسط مجموعة يعتبر الآخرين حاملين للفيروس يعني إيه كلام ده يا دكتور وليد اللي انت بتقوله يعني النهاردة لو فيه واحد جاء له دور برد في الأسرة أو في الشغل أو في المكان اللي حضراتكم موجودين فيه انت حراك تقدر بتعرف هل ده برد عادي ولا كورونا حراك ما تعرفش كويس بناء عليه انت تعامل اللي قدامك مصاب أو حامل للفيروس دي أحسن وسيلة إنك تحمي نفسك وتحمي أسرتك تعامل مع الآخرين إن هم يا إما مصابين بالفيروس يحامل للفيروس بدون أعراض لو تعاملت من هذا المنطلق ومن هذا المبدأ صدقوني والله معدل انتشار الفيروس الفضيع قوي ده هيقل جدا وهيختفي تماما في غضون أيام لكن المشكلة إن احنا عندنا يعني بالفكر المصري البسيط بنقول إيه خليه على الله ما اختلفناش خليه على الله كل حاجة ولكن يعني نأخذ بالأسباب يعني ربنا خلق لنا الأسباب عشان نعتبر بيها وناخد بيها ونفكر فيها وتبقى وسائل لنا إن هي تمنع انتشار الفيروس فلو أنا حطيت في دماغي الكونسبت ده أو المبدأ ده إن كل شخص أنا بتعامل معاه يمصاب بالفيروس يحامل الفيروس بدون أعراض ساعتها صعب جدا انتشار الفيروس طبعا مع اتخاذ الوسائل الاحترازية الماسك والجوينتي والكحول والمية بالكلور على الأدوات والأساس والمكاتب وهكذا كل الكلام ده يقي انتشار الفيروس الفضيع اللي هو مش عايز يوقف ده فأنا بقوله أستاذ أحمد مش ولدت حضرتك بس هي اللي بتشتكي من الحكاية دي بالعكس كل الأمهات والأبهات في جميع أنحاء العالم النهاردة عندهم اللي هو زي ما بيقولوا الهسهس بتاع الكورونا أحد يتعب يبقى كورونا شوية برد يبقى كورونا شوية ألم في السدر يبقى كورونا حقيقة هي والدة حضرتك برضو يعني أنا أحييها لأن هي شايفة من وجهة نظرها إنها لازم تبقى حريصة على نفسها وعلى كل اللي حواليها إن الحقيقة يعني دي رؤية كويسة إن أي حد يحصل له حاجة يبقى كورونا وده رأيي إن أي حد بتتعامل معاه يتعتبره يا مصاب بالفيروس يا حامل الفيروس وبدون أعراض كده إحنا لو تعاملنا بهذا من هذا المنطلق أقدر أقول لحضراتكم إن إحنا نقدر نحد من انتشار الفيروس للعين ده اللي بينتشر بسرعة رهيبة وده طبعاً زي ما أنا قلت لحضراتكم من شوية معانا تليفون اتفضل أستاذ صلاح سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاكا أستاذ صلاح إزاكا أستاذ صلاح إزاكا أستاذ وليد الله يبرك لك حبيبي أهلا وسهلا يا فن حرك بس وطي صوت التلفزيون شوية يا فندم عشان تسمعني الجماعة كل شوية يا فندم تمام يا فندم تمام خسواس قهوة خسواس على طول كده دوق تمام آه تمام يا فندم تمام كبعاً احنا روحنا المستشفي وابناء المستشفي اسمه المستشفي آآ العزادي بتاع نفسية تمام يا فندم لأ تمام يا فندم تمام آآ لم أروحنا عنها stakeholder ودعها أدوية ودعها حاجات أنواع اسم افكسر افكسر آه كلميبام وزلام تمام تمام كلميبام وزلام تمام. تمام. بجلنا تلتاشر سالنا يا دكتور على فيدة. تمام. تمام. فروحنا ايجت حاصلت مشكلة وفرحت المساشفة بتاع جمال ابو العزاين في العشر. كويس. فالنوقت ادوها جرسات كهربة. ادوها تمن جرسات كهربة. وفي المساشفة بتاع العزاج الاول ادوها اتناشر. وفيه المساشفة اسمه سدناوي حزنة في الزج. ادوها اتناشر جميلة برضو. تمام. تمام? فهي اتعبانة على طول. في مثلا من المعادل المعادل تتبع بادوكتور. تمام. فعني مش عارف يعني هتعامل ازاي ولا هتعامل معها ازاي ولا اوصف لك. انا مش جادر اوصف لها. اوصف الحضرتك الحالة. طيب انت حركت ساكين فين يا فن? انا حضرتك انا من الزازية. من الزازية? انا من الزازية من قرية اصمها قرية الغار? اه. تمام. طبع طور طبعا الاعلامي. اللي صاري علامة حضرتك تسمع عنه. طيب هو انت حركت تقدر تيجي القاهرة يا فن? ماشي اه دي القاهرة. طيب. ممكن حركت تديني بس التليفون. طبعا. هي دلوقتي محبوزة مني في المتشفى الجمالة بل عزاجم. تمام يا فن? وهم منع الزيارة عني هناك طبعا فيه مشكلة. اوكي. طيب بس 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 يا سيد صلاح انا عايزك تسيب تسيب رقم تليفون حضرتك في الكنترول. تمام. يعني هما دلوقتي هياخدوا من حضرتك رقم التليفون. تمام. وانا ان شاء الله يعني بعد الحلقة انا هتواصل مع حضرتك وان شاء الله نحل المشكلة بازن الله. الله يبارك سبب ان شاء الله ويشفيها بازنك يا رب ان شاء الله. سيب لي بس التليفون في الكنترول. معنا تليفون. ايوا. استاذة اسماء اتفضلي فند. ازاي حضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازاي كا يا أستاذ أسماء أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أنا بس كان عندي سؤالين بعد ياثن حضرتك سؤالين؟ أه طيب ديني أول سؤالي يا أستاذ أسماء أول سؤال أن أنا كنت شفت في أحد البرومي يعني أن كان فيه دكتور أتكلم هو دكتور قاعد في أمريكا وقال أن نتكلم على الكمامة وأن الكمامة غلطوا أن المصرحين المقبض أنهم ما يستخدموهاش أبدا أنا كنت عايزة أتأكد بس أن الموضوع ده أساساً يعني إحنا المفروض نلبسها ولا ما نلبسهش ولا المفروض يعني هو كلامه صحة أصلاً ولا إيه إحنا مش عارفين يعني فكرة الماسك الماسك ده صحي ولا لأ ونستخدمه ولا لأ أوه تمام سؤال الأولين سؤال التاني السؤال التاني بقى كنت عايزة أعرف بالنسبة للأطفال اللي هما 8 سنتين أو 3 سنين تمام المفروض أنه هما يلبسوا الكمامة ولا فيه كمامة أصلاً مخصوص لهم ولا إيه المفروض إيه اللي يحصل دلوقتي في الوضع اللي إحنا المسك في الأطفال يعني تمام أولاً تمام بس شكراً جداً ماشي العفو يا أستاذة أسمائي العفو يا فد السوق أتصال كما تفضل تفضل يا فد أم ساجدة اتفضل يا أم ساجدة حرام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمعت يا دكتور ما عليش بس إمبارح كده بنتوختي تعبت جلها دي في التنفس تمام يا فد يا دي في التنفس جامس عارف تاخد نفسها جامس وجسمات طول أنا مش حاسة بيه كويس خدوها ورخوا بقى يعني كذا مستشفة ما فيش ولا مستشفة راضية تاخدها ما فيش اللي مستشفة راحتها طلبوا منها أشعة مقطعية أشعة مقطعية على الصدر طبعاً أوه أشعة ليه على الصدر الرئة دي أي 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 طبعاً فهي عملتها الحمد لله تلاقيك ما فياش حاجة وضوها كذا دكتور قالوا ما فياش حاجة بس برضو دي التنفس دي زمية لو شربت مية بتتعب لو كانت تتعب بطمعها وبعد طرقة فضيعة طيب يعني الأشعة المقطعية على صدرها قالت إنها الحمد لله سليمة قالت الرئة ما فياش حاجة كويس عملنا بقى صور الدم لا ما عملتش صور الدم بس هي دلوقتي هي دلوقتي يعني هم دلوقتي زين يعرفوا دي كورونا هم مش عارفين برضو يعني هم ما عندها السكر وابوها مش عارفين يعملوا ايه بس يا فن بس يا فن بالنسبة هي عندها كم سنة؟ عندها ستتاشر سنة ستتاشر سنة اوكي الأعراض اللي بتشتكي بيها اي يا فن هو كل اللي حاسة بي دلوقتي فجأة كده هو دي التنفس دي أول حاجة جالها بعد كده بقى جسمها كله وجهها كويس ولو شربت بقى مية بطلات وجهها بقى مية حتى ده يا فن ده يا فن مش الصورة بتاعة الكورونا يا فن حريك قلتلي إن الأشعة المقطعية سليمة اوه قالوا سليمة ما فياش حاجة وابد راس ما قلب برضو ما فيوش حاجة وراس ما قلب سليم يا فن اوه ما فيوش حاجة لأ طيب هتعمل لها صورة دم صورة دم وتبصي على كورات الدم البيضة نشوف عددها كويسة ولا لأ وهي هتعمل لها تحليل كده اسمه CRB اوه CRB لو صورة الدم طلعت سليمة كورات الدم البيضة سليمة والCRB طلع سليم خلاص يا فن محريك ما تقلقيش هي دي ممكن تكون يا أزمة صدرية عارضة يا إما حاجة نفسية هي اللي عملت كده لكن المنظر اللي حالك قلتين عليه ده مش منظر كورونا التليفون كمان أم أم رامي ألوك سيما عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقول لحضرتك دلوقتي فضال يا فن أنا عندي دخل 68 سنة ربنا يدي لحضركي الصحة يا فن أنا خليك وبعدين أنا كنت بشتغل في مجال الأدوية كويس فمن فوق تبتعد وبعدين جالي تلايف في الرئة تلايف في الرئة بعد الشارع على حضرتك يا فن الله يخليك وعندك نبقر في الكبد وكده المهم الله يبرك لك المهم إن أنا دلوقتي قفل على نفسي وخايف موت تمام خايف موت حتى أنا حتى جنبي ما يبلمون عمالة شفية وأي حد يجيني يقولهم حدش يجيني وبيزعلوا مني لما ببنى حد يجيني لا يا فن ما حدش يزعل يا فن ما يزعله منك ليه حضرتك بتطبقي الوسائل الاحترازية والحفاظ على الصحة مين يزعل ليه يا فن هم المفروض يعملوا زي ما حريك بتعمل يا فن حريك بتصرافي صحي جدا يا فن هم أولادي اللي يزعلوا مني وبعدنا دلوقتي بقول حباتك بخافة مدي داع الحنفية أنا يا فن لا بص بص أنا هقولك حاجة أنا من موقعي هذا من هذا المنبر الإعلامي أنا بناشد أولاد حضرتك وكل الأسر المصرية يا جماعة بلاش الاختلاط في هذه الفترة كل واحد خليه في بيته وبعيد عن الآخرين ويليد ويبعزين ينطمنوا علينا بس مش فقط يا فن يا فن يتطمنوا على حضرتك بالتليفون يا فن أو في مكالمات فيديو يا فن عنات ممكن يكلموا حضرتك ويتطمنوا يا فن ما فيش أي مشكلة إحنا ما بنقولش الناس ما تتطمنش على بعض بالعكس ده طريقة الإطمئنان اللي أنا بقول عليها دي هي الصح المظبوط اللي المفروض كل الناس تعملها يا فن لكن الناس تقعد مع بعض أصواء إحنا في مشكلة عندنا كمصريين بنحب دايما إن إحنا حتة الألفة موجودة بين المصريين دي للأسف هي دي حاجة كويسة جدا بس للأسف ما تنفعش في هذه الفترة فإحنا بس نأجل هذه العواطف فترة لحد بس بما يعني المشكلة اللي بتخيم على العالم كله دي تتعدي وبعد كده نرجع زي ما كنا ما قولناش إن إحنا يعني نبعد عن بعض بالعكس حضرتك بتعملي تصرفات ووسائل احترازية مظبوطة جدا لكن أنا مش عايزك تاخدي الأمور برضو بشكل أوفر مش قادرة تمسك الحنفية لا حضرتك طهار المكان اللي انت قاعدة فيه بالميا والكلور هنحط ميا وكلور قد إيه بنحط كباية زي دي كلور وقصدها ثمان كبايات ميا ونملك كده أي حاجة عندنا شفشة أو حاجة وبعدين نحط بقى في حاجة بخاخة أو كده نبخ بيها يعني المقدار كباية زي دي كلور وقصدها ثمان كبايات زي دي ميا وبعدين حرك يبتدي رش على الأساس على الحنفيات على المقابد على الكراسي على الحيطان على الأرض ما فيش أي مشكلة لكن الإيدين والاستعمال الشخص نستعمل الكحول ما نستعملش الكلور عشان الكلور بيعني شوية التهابات وحاجة زي كده ما نستعملش الكلور بالنسبة لإيدين وجسمنا نستعمل الكحول فاللي حضرتك بتستعمليه يا سيدة أم رامي مظبوط جدا لكن ما تكبريش الموضوع قوي لدرجة اللي احنا مش خايفين نفتح الحنفي لأ طبعا وطبعا كوني نحرك فيه بقر على الكبد وفيه بعض التلافات في الرئة ده يخليك أكثر الناس حرصا على عدم إصابتك بالفيروس وده صح جدا أنا مع حضرتك مش ضد الكلام ده أم متيسير تفضلي يا فنن تفضلي يا فنن سلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضلي يا متيسير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا فنن أنا حضرتك خدت عندي دور برد من ستاشر اتنين دور برد من ستاشر اتنين فروحت الكزا دكتور فواحد جال لي اني دي حساسية وواحد جال لي ده التهاب رأوي وأنا لحد دلوقتي باخد العلاج وما بخفش والكحة ما بتبطلش عندي نهائي كويس فدي علاقة بالكورونا يعني ولا دي حاجة تانية ولا ايه حضرتك طيب فيه سؤال تانية يا فنن ولا كده بس لأ وعندي بنت حضرتك مش بتشم خالص كمان بعد ازن حضرتك بردو جاهد دور برد حتى نالها نقط تروفين فحاليا ما بتشمش بس بتتزوق لكن حسة الشم عندها ما فيش خالص طيب اول حاجة بالنسبة لحضرتك دي كورونا ولا مش كورونا الصوت اللي حركت انا سامعه دلوقتي ده مش معناه ان فيه التهاب رقوي خالص مش معناه ان فيه كورونا نهائي الحمد لله بفضل الله فانا اتوقع اتوقع ان دور برد عادي جدا لان اللي عنده التهاب رقوي يا فندم ما بيقدرش يتكلم بالنسبة لبنت حضرتك يا فندم حسة التزوق موجودة صح اه ما تقلقش يا فندم تاخد دول برد العادي وهترجح حسة الشم بعد شوية ان شاء الله ده مش كورونا يا فندم معنا نادية احنا نسينا استاذ اسمعه عايزين نجاوب على السؤال السؤالي بتوع ماشي استاذة نادية حالو ايوة ايوة ممكن اكلم الدكتور انا سهلا انا دكتور وليدا مفتوح مع حضرتك يا فندم اه بقول لحضرتك يا دكتور ازاي حضرتك تحت عمرك اهلا وسهلا يا سيزة نادية اهلا وسهلا بقول لحضرتك اولا انا اخويا عمل اشاعة وطلع فيها اشتباه في الكورونا عمل اشاعة ايه فندم اشاعة اشاعة مقطعية على على الصدر كويس وطلع فيها ايه فندم طلع فيها اشتباه على اشتباه كورونا تمام وحاجة تانية عمل تحليل ده وطلع ما فيهاش حاجة يعني عمل صورة دم اه طلع ما فيهاش حاجة تمام بس فهنا بقى فيه المشكلة نصدق بقى شعب المقطعية ولا صورة الدم نعم يا فندم والحاجة التانية فيه ناس قاعدة معي دولة ممكن يتعيدوا ولا ايه بالزبط معلش انا ما سمعتش الحتة اللي قبلها فيه الناس اللي قاعدة معي دولة ممكن يتخلطين معي دولة ممكن يتعيدوا ولا ايه بالزبط طيب بس يا فندم هو المقطعية على الصدر طلعت اشتباه والسي بي سي او صورة الدم طلعت سليمة ده حلو انه هو يعزل يعزل عنده اعراض او ما عندوش اعراض يعزل ويكمل بقية الفحوصات يعمل سي ار بي حاجة في الدم بنسميها سي ار بي ويعمل تحليل سرعة ترسيب ويعمل حديد في الدم يكمل التلاتة دولة وطلع فيهم مشاكل يا فندم هيمشي على البروتوكول اللي منزله وزارة الصحة لعلاج الكورونا لكن لحد ما يعمل الكلام ده يا فندم لازم يعزل نفس 14 يوم عن كل الناس المحيطين نرجع تاني بقى لسؤال الاستاذة اسماء استاذة اسماء كانت سألت سؤالين لشان احنا ما الحيناش نجاوب عليهم اول سؤال بالنسبة للمسك تاني سؤال بالنسبة للمسك الاطفال اولا الكمامة او المسك ليه مواصفات عالمية ما ينفعش اي مسك عادي نجيبه ونحطه كده على بقنا وعلى مناخرنا وخلاص لا المسك لازم بيتعمل من مادة هو بيبقى ثلاث طبقات الطبقة الخارجية هي طبقة ازاي ما تقولوا كده حضراتكم عازلة للمية ووتر بروف يعني المية ما تعافش تخوش والطبقة الداخلية نوع من انواع الاقطان اللي هو بينتص العرق لان دي تبقى ملامسة للجلد بتاعي والطبقة الوسطى هي طبقة عزلة تماما ما ينفعش يعني طبقة صماء ما ينفعش فيروس يخترقها لو احنا لقينا ماسكات من النوعية دي هي دي اللي احنا نستخدمها اللي لازم تكون بتصريح من وزارة الصحة لانهما بيبقوا ثلاث طبقات الطبقة الخارجية طبقة بتمنع المية الطبقة الداخلية اللي على الجلد جيت عشان تمتص العرق الطبقة الوسطى بتبقى زي طبقة شمعية كده بتمنع اي فيروس او اي جسم غريب يخش لو لقينا الكمامات اللي من النوعية دي اللي مش كلها قطن مش كلها قماش اللي مش كلها قماش النوعية دي لو لقيناها هي دي المطابقة للموصفات اللي بتصرح بها وزارة الصحة طيب فده بالنسبة للإستغرام المسك يا أستاذ أسماء بالنسبة للسؤال التاني المسك في الأطفال عفوا المسك في الأطفال طبعا خلوا بالكم من حاجة دي ده سؤال مهم جدا يا أستاذ أسماء أحييكي عليه لأن الأطفال حتة إن احنا نلبسهم مسك دي حتة مهمة جدا أولا هنخرج برا البيت الأطفال هيلبسوا المسك لأن هم صحيين وإحنا شايفينهم وبيتحركوا معنا لكن أثناء النوم لازم نخلع المسك المسكات بتاعة الأطفال بيحجمها أصغر شوية ما زي المسكات الكبيرة بتاعتنا اللي حجمها كبير يعني المسك العادي الكبير ده ده بتاع الناس الكبار فيه مسكات حجمها أصغر شوية ده الأطفال ويلبسوها وهم صحيين وأنا شايفهم وهم شايفيني لكن الطفل مش ينام هو لابس المسك ممكن يتخنق من المسك وإحنا ما نعرفش فده سؤال مهم جدا 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 خلوا بالكم من الأطفال لبسوهم المسك وانتوا برا البيت وانتوا جوا البيت وهم صحيين أول ما يناموا نيموهم وشيلوا المسك علشان خاطر ما يتخنقش من المسك وهو نيم ده يعني تصور كده لتأثير الجهاز العصبي تأثير الكورونا على الجهاز العصبي فكرة أنه هو بيصيب حتة تانية برضو أحب أقولها في الختام أن حتة الشم والتزوق دي بداية إصابة الجهاز العصبي لأن إحنا عندنا مستقبلات في الأنف ومستقبلات في الفم مستقبلات على الأعصاب بتاعت الشم ومستقبلات على الأعصاب بتاعت التزوق دي أول حاجة بتتأثر وممكن الفيروس ينتشر منها لحد ما يوصل للجهاز العصبي المركزي ففكرة أنه يصاب الإنسان بفقد الشم وفقد التزوق دي ألارم ألارم أو إشارة لنا نقوص خطر لنا أن يا جماعة نتحرك في أخذ العلاج عشان خطر ما ينتشرش الموضوع ويوصل للبلوت فيسلز أو الععاية الدموية أو ينتشر للععاية الدموية بتاعت الجهاز العصبي طبعا يعني دايما زي ما بيقولوا الوقت الحلو بيمر بسرعة للأسف وقت برنامجنا انتهى وأنا ما حسيتش به الحقيقة إن شاء الله أول حضراتكم أن احنا نتقابل إن شاء الله في حلقات قريبة جدا علشان نكمل بقية تأثير فيروس الكورونا على الجهاز العصبي وغيره من أجهزة جسم الإنسان ربنا يحفظكم ويحفظنا ويحفظ مصر والأمة الإسلامية العربية والعالم كله أشوفكم على خير وتحياتي دكتور وليدة بالفتوح استشاري المخ والعصاب والطب النفسي وعلاج الإدمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته